اشتركوا في القناة ومشطة في معظم فترات النهار خلال ساعات المساء الليل توقع انتزاية تأثر مملكة بهذا المنخفض الجوي المصنف بأنه من الدرجة الثالثة بحيث توقع بمشيئة الهتباع أن تأبر المملكة مع ساعات المساء الليل جبهة هوائية باردة تعمع تحول الأجواء تصبح باردة وغائمة وماطرة بدلا من المناطق الشمالية من المملكة ثم تمتد لاحقا إلى المناطق الوسطى ولاحقا إلى المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشرقية هذه الأمطار قد تكون غزيرة أحيانا ومصحوة بحدوث الرعد وتساقط لزخات من البرد في وقت لاحق من ساعات الليل يتوقع أيضا أن تصبح هناك تساقطات على شكل أمطار مخلوطة بالثلج فوق بعض المرتفعات الجبلية كما يبدأ تساقط ثلجي متوقع فوق المرتفعات الجبلية العالية التي تزيد ارتفاعها عن 1200 متر أصح البحر في ساعات فجر يوم الأربعاء دعونا الآن نتعرف درجات حال العظمى متوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة والتي سنبدأها في هذه الجولة من المناطق الشمالية من المملكة نبدأها من محاططة إربتشمان تسود بها رياح نشطة درجة حال العظمى 13 صغرى 7 درجات مائوية في جرش 11-5 عجلون 10 إلى 5 وفي المفرق من 11 إلى 6 درجات مائوية انتقالنا المناطق الوسطى في العاصمة عمان 9 إلى 4 درجات الصلط 13 إلى 7 مادبة 10 إلى 5 درجات مائوية وفي الزرقام 12 إلى 7 درجات في حين تكون في البحر الميت العظمى 19 درجة مائوية في ساعات النهار والصغرى 11 درجة مائوية انتقالنا المناطق الجنوبية من المملكة تكون في الكرك 7-3 طفل 10-4 معان 11-5 في جبال الشرى من 8 إلى 2 درجات مائوية وفي العقبة من 19 إلى 12 درجة مائوية نختم هذه الجولة من المناطق الشرقية تكون في الرجل 13-6 وفي الصفاوي 13-5 وفي الأزرق من 14 إلى 6 درجات مائوية تابعونا في المزيد بنشرات لنهار هذا اليوم للحديث عن توقعات الأحوال الجوية ليوم غد وفرص ومناطق تساقط الثلوج في المملكة دائما أتمنى لكم نهار سعيد أينما كنتم دمتم بخير إلى اللقاء